وقلنا قبل النشرة على طولي يعني ان لو فتحت اي صفحة على السوشيال ميديا للمنتج كريم ابو ذكري هتكتشف بسهولة جدا جدا انه من عشاق نادي الزمالك انا عدى النهاردة مع اتنين زمالكوية فالموضوع كبير قوي ممكن تعمل عمل لنادي الزمالك يا سلام يا سلام يا ريت ايه العمل في تخيلك تعمله يختم نادي الزمالك اعتقد يعني ان شاء الله بعد موسمين ثلاثة كده يبقى مثلا ديكومنتري محترم عن شيكابالة عن شيكابالة اه بتشوفي ازاي الانتقاضات اللي من الوقت اللي التاني بتيجي لشيكابالة خاصة بفكرة انه كبر وانه كفاية بقى كده وان مش عارف ايه والكلام اللي بيحصل ما بين كل فترة والتانية على شيكابالة بص المنطق بيقول كده على الاتحالة يعني كل ما تنجح اكتر وكل ما تكبر اكتر حيكون يعني اعادائك اكتر او النقد اكتر فده شيء ما الكبار دائما فهو عشان هو قامة ندرة يعني اللي زيكابالة اصلا في تاريخ الكورت القادم اصلا تقريبا متعدد على الصوابع يعني فطبيعي بيبقى القادر للنقد على قد القيمة بتاعته ومن المحبينه هيكون برضو ما يكونوا مدئين منه على قادر محبتهم ليه فهي بتبقى عاملة كده يعني من كترة ما بيحبوه جدا يدان جدا فوقتا ما بيكون مثلا فيه دروب او حاجة هو اللي هو بيكون مواقع مواقع ببقى حاجة جدا بس يا شيكابالة النساعة ما طلع يا حبيبي بيتهاجم تريبا ان هو عام 10 سنة فهو تعود يعني هو صديق ايه سر ان بعض الناس بيتضايقوا من لقب بعض زمالكوية اقولوا على شيكابالة انه اسطورة لا وفي زمالكوية وبيتضايق من كده هو الممكن يكون لا مش زمالكوية انا بتكلم على الناس تانية يعني الناس دانيا دائما ما هدي الفكرة ما هو في الاخر ابتدى ما هو في الاخر ما بيشتجوش الزمالك فطبيعي بيخبطه فيك عشان ابتدى يحبط عشان بتشوفش كابالة اسطورة؟ لا مين مفعش حد ما شوفش كابالة اسطورة لو مش زال اسطورة مين اسطورة يعني متعصب قوي للكرة؟ اه مش متعصب متحمس يعني ما تقفش على حد وانتو بتتكلموا على مطش يعني خصوصا لو بتشتغلوا مع بعض هو اهلاوي وانت زمالكوية وفي يوم تصوير وفي مطش بتعملوا ايه محبط؟ لا هو يعني العاداتها ما عمل بش كده ان انا اسكل من كده بكتير يعني مطشات زمالك بفرج عليها مع زمالكوية بس ما حيبش فرج مع اهلاويه خلص